السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين اليوم درس جديد سنعرف الفرق بين VFD والSoft Starter في الدروس الماضية تحدثنا عن طرق تشغيل المحركات الكهربائية باستخدام دوار لكلاسيك كونترول لكن في هذا الدرس سوف نقوم بشرح طرق مختلفة لتشغيل المحركات الكهربائية في هذا الدرس سوف نقوم بشرح الفرق بين VFD والSoft Starter الأجهزة متشابهة من حيث إنها تتحكم في بدء وإيقاف تشغيل المحركات الكهربائية ولكن مبدأ العمل والخصائص مختلفة والتي سنحددها في هذا الفيديو قبل أن نبدأ في الشرح الرجاء مشاهدة الفيديو إلى النهاية كذلك عمل لايك للفيديو وأيضا بإمكانك دعم القناة ماديا من خلال ميزة تانكس أو شكرا الموجودة أسفل هذا الفيديو في هذا الفيديو سنلقي نظرة على الأعمال الداخلية للأجهزة وكيفية اختيار الأجهزة المناسبة للعمل الخاص بك وكذلك التعرف على بعض التطبيقات لكل جهاز وإلقاء نظرة على بعض التطبيقات لفهم الاختلافات بشكل أفضل دعونا نتحدث عن التركيب الداخلي لعمل الجهازين بالنسبة للسوفت ستارتر ثلاثي الأطوار يتكون من ستة مقومات من نوع ثايرستر أو SCR التي تتكون من السيليكون أو أشباه الموصلات وكل ثايرستر مكون من ثلاث أجزاء الجيت والكاثود والأنود عندما يتم تسليط نبضة أو بلس على الجيت فإنها تسمح للتيار الكهربائي بالتدفق من الأنود إلى الكاثود الذي بدوره يرسل التيار إلى المحرك الكهربائي وعندما لا يتم تطبيق النبضات على الجيت يكون التايرستر أو SCR في حالة إيقاف وبالتالي يتم إيقاف المحرك هذه النبضات بدورها تقوم بتحديد الجهد المطبق على المحرك مما يؤدي إلى إبطاء التيار المسحوب بينما الفي اف دي مكون من ثلاث أجزاء رئيسية وهي المعدل أو الريكتفاير وكذلك المرشح أو الفلتر والعاكس أو الانفيرتر بالنسبة للريكتفاير يأخذ الجهد المتردد ويغيره إلى جهد مستمر بعد ذلك يستخدم الفلتر المكون من المكثفات الكهربائية لتنظيف الجهد المستمر مما يجعله أكثر نعومة وأكثر استقرارية بعد ذلك يمر في المرحلة الأخيرة ويستخدم فيها الانفيرتر أو العاكس المكون من الترانزيسترات لتحويل الجهد المستمر إلى جهد متناوب ويرسل إلى المحرك بترددات متغيرة وهذا التردد المتغير هو الذي يحدث سرعة المحرك أو الار بي ايم من خلال ما ذكرناه للتوء يمكننا أن نرى أن الفي ايف دي هو أساس بداية ناعمة مع التحكم بسرعة المحرك لكن ما هي التطبيقات التي يمكن أن نستخدمها في الفي ايف دي والسوفت ستارتر فمثلا عندما يكون هناك محطة لمعالجة تدفق أو تصريف للمياه بشكل مستمر في هذه الحالة نستخدم السوفت ستارتر كون أن المحطة تعمل في حالة وجود الماء في الخزان أي بمعنى أن المحرك سوف يكون إما في حالة ON أو في حالة OFF وفي هذه الحالة سوف نقوم باستخدام السوفت ستارتر كونه أكثر خدمة في هذا المكان لكن لو كان عندنا مكان ونحتاج إلى الحفاظ على درجة حرارته بشكل مستمر وهناك مروحة للتبريد فإن المحرك الخاص بهذه المروحة يجب أن يكون متغير السرعة لأن من الطبيعي إذا انخفضت درجة الحرارة ستنخفض سرعة المروحة والعكس الصحيح إذا ارتفعت درجة الحرارة يتطلب ارتفاع في سرعة دوراء للمحرك ففي هذه الحالة نستخدم في ايف دي للتحكم في سرعة المحرك للحصول على سرعات مختلفة متوافقة مع التغير في درجة الحرارة من خلال هذا الشرح عرفنا الفرق بين السوفت ستارت والإنفيرتر ومن هنا نستنتج أن جهاز السوفت ستارت يتحكم في جهد المصدر المغذي للمحرك بواسطة الثايرسترات المسؤولة على إمقاص وزيادة الجهد الواصل للمحرك بشكل تدريجي من أجل تحقيق إقلاع نعم أما بالنسبة للإنفيرتر هو جهاز يقوم بتحويل الجهد المتناوب إلى جهد مستمر ثم يعيده إلى جهد متناوب لكن بتردد متغير بالتالي يمكن القول أن جهاز الإنفيرتر يتحكم في سرعة المحرك عن طريق التغير في تردد الخرج مما ينتج تشغيل وإيقاف ناعمين للمحركات الكهربائية كذلك بالإضافة يمكنه تنظيم السرعات الخاص سرعات المحركات المستخدمة في التطبيقات خلاصة هذا الكلام يمكن عمل مقارنة بين السوفت ستارتر والإنفيرتر حتى يتم إضاح الميزات والعيوب لكل جهاز بالنسبة للسوفت ستارتر يتحكم في المحركات الكهربائية عن طريق تغيير الجهد المصدر أما بالنسبة للإنفيرتر أو الفي اف دي يتحكم في السرعة عن طريق تغيير التردد بالنسبة للسوفت ستارتر يمد المحرك بجهد منخفض لحظة بدء التشغيل ثم يرتفع تدريجيا إلى قيمة الجهد المصدر بالنسبة للفي اف دي يمد المحرك بتردد منخفض ويزداد إلى أن يصل إلى قيمة التردد التي تم ضبط الفي اف دي عليها بالنسبة للسوفت ستارتر لا يمكنه التحكم في تنظيم السرعة خلال مدة التشغيل بالنسبة للفي اف دي يمكنه تنظيم سرعة المحرك كذلك من ناحية السوفت ستارتر يستخدم مع المحركات ثابتة السرعة بينما الفي اف دي يستخدم مع المحركات متغيرة السرعة بالنسبة للسوفت ستارتر يستخدم في الإقلاع الناعم وكذلك الإيقاف لبعض الأنواع بالنسبة للفي اف دي يستخدم للإقلاع والإيقاف الناعمين مع التحكم بالسرعة خلال مدة التشغيل بالنسبة للسوفت ستارتر يعتمد على الثايرستر بالنسبة للفي اف دي يعمل كعمل الإنفيرتر لكن بتردد متغير أما بالنسبة للسوفت ستارتر يوفر عزم دوران منخفض وثابت بينما الفي اف دي يوفر عزم دوران منخفض إلى متوسط قابل للتعديل وأخيرا بالنسبة للسوفت ستارتر مرتفع الثمن مقارنة مع دوائر ستار دلتا المستخدمة في إقلاع المحركات باستخدام الدوائر لكلاسيك كونترول بينما الفي اف دي أكثر تكلفة مقارنة مع سعر السوفت ستارتر وأكثر كفاءة إن شاء الله يكون هذا الفيديو مناسب للجميع واتطرقنا على أهم الملاحظات وتعرفنا على أهم المعلومات الخاصة بالفرق بين السوفت ستارتر والفي اف دي وتعرفنا أيضا على أماكن استخدام كل نوع من هذه الأجهزة إن شاء الله يكون الفيديو قد نال أعجابكم إذا لحد الآن متابع الفيديو الرجاء عمل لايك للفيديو أيضا بإمكانك الدخول على قناتنا في اليوتيوب للحصول على العديد من الفيديوهات بمختلف الكورسات سواء في كورسات البي أل سي أو كورسات سكادي أو الـ HMI كذلك كورسات وفيديوهات مختلفة بخصوص رسم المخططات الكهربائية بشكل احترافي وهناك كورسات للمبتدئين وكورسات احترافية وللحصول على الفيديوهات الخاصة بكل كورس يمكنك الدخول إلى الصفحة الرئيسية للقناة بعدها التوجه إلى خانة قوائم التشغيل ستظهر لك جميع الكورسات بشكل مرتب وكل قائمة التشغيل تحتوي على الفيديوهات الخاصة بها من البداية وحتى الاحتراف إذا حابت تتعلم مجال التحكم الصناعي والكونترول بشكل عام أنصحك بمتابعة الكورسات اللي نقدمها على قناتنا في اليوتيوب فهي غنية بالمعلومات سواء بشكل عملي أو باستخدام البرامج التطبيقية الهنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء